عائلة المواطن سليمان الجهالين كانت تسكن هنا في بلدة العوجة شمال أريحة قبل أن تهدم جرفات الاحتلال مسكنهم وباركساً للأغنام عشرة أفراد من هذه العائلة بينهم أطفال ونساء باتوا بدون مأوى وفقدوا حقهم في العيش بأمان بعد أن شاهدوا بأم أعينهم جريمة جديدة من جرائم الاحتلال التي لا تتوقف اليوم الصبح هنها قاعدين ماشيون لها القوات الداخلة علينا دارة مدنية وجرفات ثنتين طوقوا المحل وجيش معاهم وطلعوا غراض ايش طلعوا ايش هدوا البركسات عليهم سلامتك وتعيش ما خلوا لا بركس لا غنم ولا جاج ولا مقعدنا ولا حاجة خسروا كل حاجة هذا نهج الاحتلال هذا ديدنهم هذه طريقتهم هم لا يريدون لشيء أن يبقى واقف أي شيء فلسطيني أي شيء يتحرك باللغة العربية لا يريدون أن يكون موجودا حضر الجيش اليوم بهذا الصباح إلى هذا المكان بيت يأوي عائلتين قاموا بتدمير كل شيء كما تلاحظون قاموا بتدمير حتى كل الدجاجات وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة العوجة بألياتها وجرفاتها العسكرية لتشرع بعملية الهدم في سياسة باتت تنفذ بشكل واسع لهدم منازل المواطنين ومنشآتهم في مناطق الأغوار وإجبارهم على الرحيل منها واضح جدا الهجمة الاستطانية الشرسة مناطق الأغوار بكل فلسطيني بشكل عام يعني زي ما انت شايف اليوم احنا موجدين عند راعي أغنام عنده عزبة يعني عريشة وذاري حالة الناس بتتعيش يعني ظروفها صعبة ظروف حالكة مع غنمات وجاي على جنب البلد تحت حجة سي يعني جايين ملاحقين على لقمة العيش وين مكان ويتعرض المواطنون في مناطق الأغوار لعمليات تنكيل وهدم واعتداءات مستمرة من الاحتلال لتنفيذ سياساته التهجيرية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على الأرض خلال لحظات تدمر جرفات الاحتلال مساكن المواطنين الآمنين لتشردهم وتترك وراءها بقايا مساكن ليظل ما تبقى منها يشهد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا من بلدة العوجة شمال أريحة وطنبلاص تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر